اشتركوا في القناة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستقرار الجيد الساعة ستة وستة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الاثنين بينتقل القمر وبيصير في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا القمر موجود في برج العقرب عشان هيك مناخذ من صفات برج العقرب في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط في هاي الفترة يمكننا شراء او تجديد او عمل عقد او بوليس التأمين تأمين صحة تأمين سيارة تأمين حريق تأمين اي نوع تأمين قراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مأثرة اول زاوية هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين اورانوس وهاي حكينا انه تأثيراتها لغاية اليوم يعني نهاية اليوم بتنتهي تأثيراتها اللي هو يوم 21-3 اللي هي التأثيرات القوية تاعتها طبعا علينا احنا كافراد جميع الابراج يتوقع لاي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع هي فترة يعني بتدل على بعض الصعوبة للامور اللي الها علاقة بالتجميل او الها علاقة بالامور الفنية او الحفلات او السهرات او الامور هاي فدائما بنحكي اي امور الها علاقة بالفنون او حوالين كلمة الفن او الترفيه منقول ديروا بالكم منها لانها هاي فترة صعبة لهاي الامور برضو بتأثر على الامور اللي الها علاقة بالاسهم والبورصة والامور اللي الها علاقة بالبنوك والاسعار والارتفاع والامور هاي بشكل سريع وعنيف جدا ما لها علاقة برضو بالتقلبات اللي الها علاقة بالانحلال الاخلاقي او الفساد الاخلاقي اللي بنوع السلبي في هاي الفترة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي تأثيراتها لغاية يوم اثنين وعشرين ثلاث بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا والسعي نحوها وكما انه بيتجه اتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين اورانوس وهاي طبعا خطيرة وصعبة جدا وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم خمسة وعشرين ثلاث اول اشي بيكون عندنا نوع من انواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غربي الاطوار وعنيفين وبيسبب شقاقات عاطفية لدى البعض وبيشتكوا البعض من بعض التقلبات في مزاجهم الجنسي ما بين ضعف وما بين عدم قدرة اما دوليا فبتدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات او وقوع الطائرات واحداث الها علاقة بالسك الحديد والزلازل والعواصف كما انه برضو هاي بتدل على نوع من انواع وقوع التمرد او انقلاب عسكري او يتم عزل او قتل احد القادر الكبار او بتشهد هاي الفترة مظاهرات او اضرابات في قطاع الصناعة والصحة بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية او جنسية اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعنا اول زاوية برضو هي من الزوايا البطيئة اللي كنا نذكرها في الايام الماضية اليوم ذروتها اللي هي زاوية الاقتران الايجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي طبعا اليوم رح تتشكل ذروتها الساعة ستة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش وهي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم ثلاثة وعشرين ثلاثة عند حدوث هذا الاتصال نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما انها هاي الفترة تكثر عن الاتصالات وبتزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و16 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون الساعة 12 و57 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 34 دقيقة بعد العصر اكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية في هاي الفترة بهدول الاشخاص بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية واذا شعرنا بأي شيء غير طبيعي مراجعة الطبيب الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العانة والجينات بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية ولكن بدكوا تنتبهوا وتلتزموا بتعليمات الطبيب خوفا من بعض الالتهابات هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة جيد لتنظيف البشرة فقط أو رعاية البشرة يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ولكن لا يعني يصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم يعني ممكن يعطي بعض آثار الالتهاب كارتفاع درجة الحرارة أو شعور بألام مكان اللقاح يفضل أخذ بندول برستيمول على أساس أنه خافض للحرارة ومسكن كل ست ساعات حبتين أو حبة عيار ألف وفي نفس اللحظة على نفس المكان اللي بتم فيه أخذ اللقاح استخدام الفوسدين كريم له دهون على أساس أنه مضاد حيوي أنتيبيوتك بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة يوم الثنين وعشرين ثلاث بيبدأ في تمام الساعة أربعة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني مدته مدة ثلاث ساعات لا يستقر بعدها القمر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب تسعة عشر يوم في تمام الساعة ثمانية وثلاث وثلاثين دقيقة مساء بيصغير عمره عشرين يوم نسبة الإضاءة بتصيب ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين ثلاث منتحس الآن بنسبة ستين في المية ولكن مع ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية لآخر النهار عطارد في الحوت حتى يوم سبعة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة تسعين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمستاش أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أورانوس في الثاورة حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتون في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسع وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تم فرصة لمكسب مالي اليوم بكون اغلب هاي المكاسب بتيجي مصدرها شراكة او تعويض او مال الزوج او قرد بنك امور من هذا القبيل او مستردات مالية ولكن بتكون تنتبهوا ان صحتكم او صحت قريب الكم بتكون بحاجة للرعاية بالفترة هاي حاولوا انك تعلجوا الامور بموضوعية وتجرد وحاول انك تكون حريص على تلطيف الاجواء اذا كان في نوع من انوع المشاحنات او المشاكل فما تخليها تتفاقم حاول انك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد او على مشروع برج الثور اليوم بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم شراكاتكم طبعا الشراكات المالية والشراكات العاطفية وعلاقاتكم مع الازواج وممكن اليوم يكون في نوع من انواع المصالحة او الاتفاق على امر ما فبتكوا تحافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم وما تعرضوا لقاءكم للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من انواع الحزن او الارهاق او الملل او تشعر بالظلم والقهر اهمش انك ماتيا سكون صبور لعلك تنجح وبرضو ابعد عن المشاكل لانه مش لمصلحتك برج الجوزاء انجزوا ما بوسعكم من العمل المترأكم ونظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تسمحوا لأي شخص بانه شكك بخدراتكم ناقش استفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ما تتشبث برأيك استمع لآراء الآخرين بهدوء وروية اهم شي انك ما تتصرع في قراراتك وممكن اليوم تنشغل بملف او بمعاملة قانونية برج السرطان بتجتازوا هذا اليوم يوم ايجابي جدا بيبعث على البهجة والانشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ماليا وممكن تنجحوا اليوم في مفاوضات او تحققوا اعمالك تقدم واضح اهمش انك تخصص وقت لعائلتك ولا احبائك انت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة وعندك قدرة عالية لمتابعة كل المسائل وللتواصل مع المحيط برج الاسد ابتنهمكم اليوم في ادخال تعديل على مسكنكم ومنكم اشخاص ممكن يغيروا سكنهم او يميلوا لا افراد العائلة او مديد العنق لهم او المساعدة العائلية ممكن تدخل في هاي الفترة او في هذا اليوم نوع من انواع المواجهات مع الحبيب او مع افراد العائلة الفترة هاي فيها نوع من انواع التوتر بدك تدير بالك ممكن تضطر للاهتمام باحد افراد العائلة او بعطل منزلي اهم شي انك ما تهمل صحتك ولا واجباتك العائلية برج العذراء ابتنشطه في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع اخ او جار وهاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن رأيك عن عواطفك وتوضح افكارك منكم اشخاص ممكن يطلقوا حملة ترويجية او يعبروا عن اراءهم او يسمعوا خبر سار برج الميزان ابينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي وهاي الفترة حافلة بالاعمال والمسؤوليات اهم شي انك تتفائل بالخير وتنطلق وتستغلها واسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الاجواء وحسن علاقاتك في انشغالات اليوم رح تكون على الصعيد المالي اما فواتير او ترتيبات مالية او ديون او بعضكم ممكن يحصل على هدية برج العقرب طبعا اليوم القمر صار موجود عندكم فاليوم انتو نشطون وحيويون وبينجذب اليكم افراد من الجنس الاخر بتقدروا اليوم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها انها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الاحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جوابه بتنتظره بتفرح لخبر او لانجاز معاملة وممكن تنطلق بمهمة طال انتظارها في شيء مميز رح يصير في حياتك خلال هذا اليوم وتعتبر او يعتبر هذا اليوم من اكثر ايام الشهر حظا برج القوس ابتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح طبعا لانه القمر في بيت المتاعب وهو غير مريح لا صحيا ولا نفسيا رغم عدم موجود اي مخاطر الا انه بدك تنتبه حاولوا انك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري اخلدوا للراحة حاذروا من بعض المحتالين ومن خيبات الامل الحظوظ ما زالت قليلة لسه ما ايجا اللي هي الطاقة الكبيرة فلغاية مساء الغد لحديث ما يوصل القمر عندك فعشان هيك حاول انك ما تجازف في نوع من انواع التأخير اليوم في فوضى من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة برج الجديد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا اشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق امني بمساعدة صديق اهم شي انك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير عشان تقدر انك تحقق النجاح المطلوب بتفرح بوجود احد الاصحاب وبترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تحسين على طبيعة عملهم او بينجحوا في اثبات جدارتهم ونيل رضى المسؤولين منكم اشخاص اليوم ممكن يهتموا بصحة احد الوالدين اهم شي انك ما تنجر وراء تسرع الانفعال وحاول انك تكون هادئ طبعا القمر في مكانه بشكل نوع من انواع التحدي في لحظة معينة فممكن تبدو غاضب او اعدائي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات ممكن اليوم يكون فيه نوع من انواع التكريم او تحصل على فرصة مهمة برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع احباكم هذا يوم مناسب لاجراء مقابلة ممكن بعضكم يسافر في رحلة او تنقلاتكم عنده كثيرة وممكن تفرحوا لانفراج او تسوية مهمة بتهتموا بهواية جديدة وبتكون حيويتك عالية ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط الفترة هاي جيدة للامتحانات لا المقابلات لا الاجتماعات خصوصا لطلبة الجامعات فهي ممتازة جدا واللي عندهم قضايا قضائية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء